أنا بالنسبة لي بقى الفيلم ده هاجر الإبياري لما كتبته وجابتلي الفيلم أنا عجبتني الشخصية جداً والجديد اللي فيها كمان رغم أنه التعامل معها الكفيف اتعمل في أفلام كتير بس هنا هو كان بيحترم قدراتها الخاصة اللي هي أن هي كونها كانت رياضية قبل كده وبطلة أوليمبيكس وكذا فهي قادرة على أنها تحقق المسافات وتعرف المسافات بودنها وبلمسها وباتجاه الهوى وبالحاجات دي كلها وأستاذ واقل قاعد اشتغل على التفاصيل دي بدقة شديدة يعني ما فيش حاجة في الفيلم فيها ما تتصدقش هو الحاجات تبان أكشن وبتعلك أن هي الحقيقة أنه الشخصية دي قدراتها تسمح لها بكده لأنها قردي كانت كده قبل ما تصب الحادث الحاجة التانية أنه فكرة الدفاع عن الوطن أو البيت أو العرض يعني الأرض الأرض والعرض زي ما قلنا في الفيلم كانت فكرة أكيد بسيطرة علينا كلنا فإننا نوظف ده في فيلم بالشكل ده وبالإطار ده ويبقى ده المرال الأصلي بتاعه أنه إحنا بندفع عن أرضنا ووطننا وبيتنا اللي لممنا كلنا العزوة والسقف والحماية والأمان وكده وبين أنه فيه ضحك وهلس يعني هولاستيكي طول الفيلم لأننا مجموعة من العبط يعني في الآخر إحنا صابت عبيط يعني أنا بك على فكرة أنا كنت بفكر فقط بقول لي مرة سألوني وإحنا بنعمل روموري الموضوع ده آه بقول لي لو ما اسموش عصابة عظيمة بقى اسموه إيه؟ بطلهم عصابة عبيطة آه 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 لأنه فعلا إحنا كلنا مش وش إجرابي بالتاع كده خالص إنما الحقيقة إنه إنه بينجحوا لأن الموتف أو الدافع بيفضل آه حقيقي بحقيقي فعلا فده ده الميزان الحلو اللي في الفيلم اللي هو عجبتني الفكرة قلت أنا يعني حجازف وأغامر بقى وأخش أعمله لأنه أنا العلاقة بالمكفوفين علاقة قديمة مع أصحابي قوي العمار الشريعي وعمر سليم وبالذات عمار يعني كانت أطول مدة فأنا عايشت وعشرت الناس الأصحاب القوة الخارقة دول وشفت منهم حاجات تتحقق بمنتهى السهولة وإحنا ممنقاش مصدقين فكان طول الوقت العلاقة مع كل زاوي همم هي علاقة بتصدمك بأنهم قادرين إحنا اللي فاهمين إنهما مش قادرين لأن إحنا عبايت طبعا جلت عبايت أعمل متفقين على كده طيب كريم عفيفي أصعب مشاهد أصعب مشاهد كان مشهد الأكشن شوية اللي كان تحت اللي كان في البدروم ده كان صعب شوية والمشهد الثاني اللي هو المواجهة بينه وبين أمه في البلاكون اللي قلت لها في الآخر قلت لها أبويا كان حسن شحيتها بالضبط بواست المشهد يعني هو ده كان أصعب مشهد لأنه هو بالنسبة لي أهم مشهد في الشخصية يعني هو الفيلم الاتنين لما يوقفوا قدام بعض بقى هيعملوا إيه وهي ردت عليه إزاي فكان مشهد مهم وحلو فيه مشهد تاني يعني أنا متأسفة أن أنا هتطرى حكيه إيه ده أيوة اللي في بالي أيوة إحنا حضرتك أي اللينا نجري أنا أساسا أيمة من عملية مغيرة حب حب فيعني مش كفء قوي فكان كل مشهد نعمل أكشن ابن لازينة فاعدة قول هاعدة بارطم جامل بجيه المهم إيه هو قيل لنا نجري ونوطي وإحنا داخلين القصر علشان مش عارفة إيه فانا كريم اللي ما سكني بوطي راح المطلون مفزوق فازقة فازق جبير قد كده راح عامل كده البنطلون اتفازق فاكرة اللي بتتفزق دي فازق جبير قد كده فازق طب إيه؟ الحمد لله إن إحنا في الضلمة وإحنا بسيني سويس أيوه ما حدش شوف حاجة حاجة جنيلة سودة فده وقفي بصلي وأنا بصلي كل معنينة تيجي يقف وش بعد نقع مدحت حنموت لأن إيه؟ أنا أتخضيت أنا سمعت السود كتير إيه؟ إيه ده؟ فارحت وقفة قلت له إيه ده؟ قال لي ملناش دعوة إيه خلينا في شغل نحن والصوت يهم صوت يحمل حاجات كتير فأنا ماش عارفين نركز من بعد شوية فرح إيه أصعب حاجات أعملتها في الفيلم؟ في الفيلم كان من أصعب المشاهد أنا قرفت كريم عليه في مشاهد المواجهة بيني وبين كريم أيو ده كنت خايفة منه قوي وكنت قعدت مع أستاذ وائل طبعا في الأول وتكلمنا فيه كثير قوي وده كان أكتر المشاهد اللي كانت بالنسبة لي كانت صعبة بس الحمد لله كانت سليمة في الأقل أستاذ محمد والله أنا بالنسبة لي كل المشاهد كانت صعبة بجد مشاهد الأكشن دي كانت صعبة جدا والطلوع والنزول والضرب شغلانة يعني وإحنا مش بتوع الكلام ده أفضل ممكن نعرض لهم جزء من المشاهد اللي هو أنا ملبساهم بطف رجليهم عشان أكتشف الأصوات لأن أنا عايز أعرف لو عملوا صوت حيلموا علينا النسانيس طبعا فملبساهم بطف رجليهم وباختبارهم اشترك الآن واحصل على 50% خاص مدى الحياة على اشتركات بريميوم السنوية والشهرية استخدم مقود